والان الى جولة في الصحف العالمية والاسرائيلية ونستهلها بصحيفة جراز اليمبوست والتي نشرت تقريرا تحت عنوان شركة وهمية اسرائيلية وراء انفجارات لبنان واكدت الصحيفة ان شركة بي اي سي كونسالتينج وهي شركة مجرية متخصصة في تصنيع اجهزة البيجر التي انفجرت في انحاء لبنان كانت في الحقيقة شركة وهمية اسرائيلية وذكرت الصحيفة ان هناك شركتين وهميتين اضافيتين تم انشاؤهما للمساعدة على اخفاء هوية المتورطين في تصنيع اجهزة الاتصالات اللاسلكية المحمولة موضحة ان الشركة كانت تصنع اجهزة عادية لعملاء اخرين في حين ان الاجهزة المخصصة لحزب الله تم انتاجها بشكل منفصل وتضمنت بطاريات تحتوي على متفجرات وقالت الصحيفة انه تم ارسال الاجهزة اللاسلكية الى لبنان لاول مرة في عام الفين واثنين وعشرين ضمن دفعة صغيرة مضيفة ان الاستخبارات الاسرائيلية وصفت هذه الاجهزة بانها قنبلة موقوطة يمكن تفعيلها في اي لحظة على حد قولهم وننتقل الى صحيفة الجارديان البريطانية والتي نشرت تحليلا تحت عنوان هجمات اجهزة الاتصال اللاسلكي لحزب الله جريئة ومخطط لها بعناية وقالت الصحيفة ان الامر قد يستغرق سنوات قبل الكشف عن القصة الكاملة لكيفية تنسيق الانفجارات المتزامنة لالاف اجهزة اللاسلكي المحمولة التابعة لحزب الله مشيرة الى ان التخطيط الدقيق والاهتمام بالتفاصيل يؤكدان ان العملية كان مخططا لها واكدت الصحيفة ان تفخيخ اجهزة اللاسلكي ليس بالامر السهل ويعد اختراقا لسلسلة التوريدات وان الموساد صنع اجهزة اللاسلكي بنفسه وذكرت الصحيفة ان من فخخ اجهزة اللاسلكي كان لديه معلومات استخباراتية دقيقة عن حزب الله وكان يعلم ان الحزب طلب نحو خمسة الاف جهاز لاسلكية بعد ان حذر حسن نصر الله من استخدام الهواتف المحمولة نشرت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية تقريرا تحت عنوان محللون يقولون ان الهجوم الالكتروني الاسرائيلي على لبنان بلا تأثير استراتيجي وتناولت الصحيفة اراء محللين اكدوا ان تفجير اجهزة اللاسلكي المحمولة التابعة لحزب الله لم يحقق تأثيرا استراتيجيا واضحا ولم يغير التوازن العسكري على الحدود حيث يظل الاحباط قائما بين الاسرائيليين اذ لا يزال حزب الله متحصنا على الحدود الشمالية ويمنع عشرات الالاف من الاسرائيليين من العودة وترى الصحيفة ان اسرائيل ربما كانت تأمل ان يسفر الهجوم عن جعل حزب الله اكثر استعدادا لقبول وقف اطلاق النار في الاسابيع المقبلة واذهر انه سيدفع ثمنا باهظا للغاية اذا استمر في هجماته على اسرائيل وذكرت الصحيفة ان الهجوم صلت الضوء ايضا على التنافر بين اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية والتفكير قصير المدى والفوضى للقيادة السياسية مرحبوا بضيفنا من العاصمة بيروت السيد العميدة متقاعد ناجي ملاعب المحلل العسكري والاستراتيجي سيد العميدة مرحبا بك معنا هل بدأت تتكشف الالعيب الاستخباراتية الاسرائيلية في انفجارات لبنان لانه صحيفة جراز الانبوست هنا تقول ان اسرائيل لجأت الى شركة وهمية للقيام بهذه التفجيرات يعني اذا قررنا ما حصل في مرفع بيروت عام 2022 عام 2020 حتى اليوم يعني حتى اليوم لم يتم الكشف على من ارسل هذه البضائع ومن فجرها بالتالي هناك يعني كمان هناك شركات وهمية كانت موجودة بقبرص سجلت في بريطانيا اذا لحقتها يعني كانت الشحنة رايحة على زيمبابوي وزيمبابوي او موزنبيق اعتقد ليست بحاجة لهذا الموضوع وثبت ان يعني ليست هي من طلبت هذه الشحنة اذا قاررنا يعني حتى اليوم لم يثبت من ارسل ومن يعني قام بكل شركات وهمية هذا الموضوع يلزمه تحقيق ليس من قبل حزب الله لانه ممكن ان يكون الخرق داخل حزب الله بالتالي من هو يتعرض للخارق لا يستطيع القيام بالتحقيق ومن هنا سيد العميد من الذي يمكنه يعني كمان مثل ما صار بالدولة اللبنانية طيب والهيمن التي نعم هنا اذا كان حزب الله غير قادر على كشف الحقيقة ولا يمكن الوثوب في اسرائيل من يمكن ان يكشف هذه الحقيقة اذا التي ينتظرها الجميع صحيح صحيح الحقيقة تكشفها الدولة الدولة اللبنانية لديها اجهزة في الامن السيبراني وكشفت سابقا عملاء هم جزء من من محور يعني من عناصر المقاومة جزء اساسي من عناصر المقاومة تم الكشف عليهم بواسطة تقنيات يمتلكها مثلا شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي وكذلك مخابرات الجيش وامن الدولة هناك اهتمام كبير في هذا الموضوع انا اقول ان الحزب الذي ممكن ان يكون مخترق في الداخل واكيد يعني الداتا اللي بتوصل لاسرائيل ويستطيعون تصرف بمن يحمل جهاز هاتف خلياوي ذكي يعرفون من هو ويعلنون انهم صابوه وما هو وما هو مركزه حتى يعني هناك خرق في حزب الله لا يستطيع حزب الله اكمال التحقيق ممكن ان يساعد في التحقيق ولكن اجهزة الدولة الرسمية اذا ما تمسك اذا ما كانت هي من تقوم بالتحقيق تستطيع الخروج بهذا التحقيق للخارج يعني اليوم الدولة التي صدرت هي مسؤولة اليوم ان يكون لديك مصنع معين بدك تنتج مادي بدك تاخد ترخيص والمادي تتعرض للفحص وبالتالي عن توريدها عبر المرافق الخارجية يعني كذلك الجمارك سوف يخشف على عينات منها حتى يعرف اذا ما كانت مطالب موافقة لمواصفات الانتاج ولا لا يعني هذا الموضوع لا يستطيع حزب القيام به بل دولة تستطيع القيام بهكذا موضوع سيد العميد تفضل بالبقاء معنا ونستكمل زولتنا الصحفية حيث طلعتنا صحيفة واشنطن بوست بتقرير تحت عنوان الهجوم الاسرائيلي على اجهزة حزب الله لماذا الان وقالت الصحيفة ان الحكومة الاسرائيلية تعيش حالة من الاضطراب والانقسام في حين تسعى واشنطن جاهدة لمنع اندلاع صراع اقليمي الامر الذي جعل خبراء يتسألون عن توقيت عملية تفجير اجهزة اللاسلك المحمولة التي يستخدمها عناصر حزب الله واضافت الصحيفة انه لم يتضح على الفور ما اذا كانت العملية تهدف الى ان تكون ضربة اولى في صراع اوسع واشمل ام انها بمثابة رسالة تحذيرية لحزب الله بشأن التكاليف المحتملة لمثل هذه المواجهة وبحسب محللين فان الحكومة الاسرائيلية ستواجه ضغوطا داخلية متزايدة للاستفادة من الوضع الراهن وتوجيه ضربة الى حزب الله وهو في حالة ضعف على ما يبدو لها بحسب الصحيفة كما نشرت صحيفتها ارتس مقالا للكاتب تسيفي باريلا تحت عنوان لا تصدق كذبة لا خيار اخر الحرب في لبنان لا حاجة لها واكد الكاتب ان فكرة عدم وجود بديل للحرب في لبنان هي كذبة وان نافذة الفرصة الدبلوماسية لم تغلق بعد وتعد حلا اقل تكلفة بكثير من حرب قد تشنها اسرائيل في لبنان بل انها ستجنب البلاد كوارث كبيرة ويرى الكاتب ان الحرب في لبنان هي نتيجة قرارات حكومية خاطئة يمكن تجنبها وان الحرب ليست حتمية وان بقاء حكومة نتنياهو هو التهديد الرئيسية واشار الكاتب الى ان تجربة اسرائيل السابقة في لبنان اثبتت ان الحرب لم تحقق الاهداف المرجوة محذرا من ان اي حرب قادمة ستعود بنفس النتائج الكارثية على اسرائيل مع تدمير البنى التحتية ومعاناة المدنيين وفقدان الدعم الدولية هذه عودة الى ضيفنا من العاصمة بيروت سيد العميد متقاعد ناجي ملاعب المحلل العسكري والاستراتيجي سيد العميد واشنطن بوست تتساءل لماذا الهجوم الاسرائيلي على اجهزة حزب الله الاتصالية في هذا التوقيت نعم لماذا هذا التوقيت يعني اولا صحيح ان الاستنتاج ان يكون هذا الهجوم هو ممهد لعملية عسكرية كبرى بحيث ان القضاء على جهاز الاتصالات على يعني هذا الجهاز الاتصالات هو عصب العمليات العسكرية يعني هو الذي بواسطته ممكن ان يعني صحيح انه جهاز استقبال فقط ولكن هو يوجه هو موجه كبير يعني لرعيل ليس رعيل فقط عسكري يعني حتى لرعيل اداري اعلامي طبي يعني كل هؤلاء الذين استهدفوا لديهم هذا الجهاز هذا الجهاز لم يأخذه احد الا بعد ان اعطيه رقما حتى يتم الاتصال به يعني كل هذه الذين اصيبوا هؤلاء الذين اصيبوا هم مرتبطون او بحاجة لهم يعني حزب الله بحاجة لهم يعني ضربة صعبة جدا ممكن ان يكون الهدف استغلال هذه العملية تمهيدا لبدء هجوم ولكن هل اثر هذا الموضوع على الجبهة على الجبهة لم يتم التأثير ابدا لانه عناصر حزب الله على الجبهة مالون دخلي بما يحصل في قيادة حزب الله او حتى في الداخل اللبناني او السوري يعني التمركزات على الجبهة ما زالت موجودة دفاعيا وصعب اختراقها يعني التمركزات والكمائن والانفاق وكل ذلك لم يحصل فيه اي خلل بالتالي الجهوزية لهذا الموضوع ما زالت موجودة وكبيرة لماذا الآن هناك تحليل سمعناه بالامس انه ممكن ان يكون جرى يعني اكتشاف من قبل عناصر حزب الله ان هذا هناك خلل ما فيه او بهذا الموضوع جرى اخذ القرار بالقيام بتدمير هذه الاجهزة قبل اكتشافها واحدات الضرر الممكن انتقلنا الى المحطة الصحفية التالية صحيفة اردس الاسرائيلية لماذا وصف تسيفي باريل وهو كاتب مقال في هذه الصحيفة فكرة انه لا خيار مع لبنان سوى الحرب لماذا وصف هذه الفكرة بالكذوبة او الكذبة يعني عمليا يعني اذا عدنا للأساس يعني حزب الله دخل هذه المعركة واسمها معركة اسناد وينعى شهداءه على طريق القدس يعني هذا الموضوع قالها من عام حزب الله مرة واثنين وثلاثة عندما يبلغنا الاخوة في المقاومة الفلسطينية وقف اطلاق النار نحن جاهزون لوقف اطلاق النار مماثل يعني كل هذه الحرب مبنية على دعم غزة اليوم هل يستطيع الاسرائيلي الخروج من غزة يعني هذا دليل فشل الاسرائيلي بغزة لم يستطع رغم كل الاهداف التي وضعها لم يستطع اخراج او الحصول على المحتجزيه ولم يستطع القضاء على حماس واليوم التالي من خروجه تعاد غزة الى المقاومة واحد اثنين اذا ما يعني دخل يعني هناك ضعف على لسان معظم جنرات اسرائيليين سابقين هناك يعيبون على الحكومة بان الدخول الى لبنان من دون استراتيجية اليوم الاخر هو دخول طوريت للجيش بشكل اكبر ماذا لو يعني هارت سمع حق لما بتقول انه اذا دخلنا سنعاني بهذا الموضوع ليس فقط لقتل او ممكن ان يكون هناك اسرى اسرائيليين لانه الارض السابقة حررت عام 2000 بعد نضال طويل يعني مع العدو الاسرائيلي وعام 2006 لم يستطع البقاء وخرج بعد ان دفع ثمن كبير يعني في دخول الى لبنان لذلك هذا الدخول لا يعفي سيبقى اسلحة حزب الله استراتيجية طويلة المدى ستبقى موجودة ناجي ملاعب المحلل العسكري كنت معنا من العاصمة بينا